السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع الكثير من الأمور الغريبة تحصل هذه الأيام وأحد هذه الأمور هو البالون الصيني التجسسي الذي أرسلته الصين لبتجسس فوق الأراضي الأمريكية ليخترق أمريكا من شمال غرب البلاد إلى جنوب شرق البلاد دون أن يتم إسقاطه طبعا دولة كندا ودولة كولومبيا أيضا بجنوب أمريكا أفادوا برصدهم لبالونات مشابهة تجسسية تخيلوا كندا اللي هي فوق الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا اللي هي بأمريكا الجنوبية رصدوا بالونات تجسسية مشابهة فوق سماءهم وبأمريكا تم رصد بالوني تجسسينيين وليس فقط واحد الأول تم رصده قبل يومين والصين ببداية الأمر قالت إنه هذا البالون هو مو بالوننا وإحنا ما لندخل بهذا البالون ولاحقا الخارجية الصينية قالت إنه هذا هو فقط بالون لرصد التقص وأحوال المناخ قبل أن يدخل البالون للحدود الأمريكية وزارة الدفاع البنتاجون استدعت جو بايدين اللي هو الرأس الشبير بالحكومة الأمريكية لإبلاغه بأنه هناك جسم طائر أجنبي رح يخترق سماء أمريكا بايدين أصدر أمر فوري قبل يومين بإسقاط هذا البالون ولكن المفاجئة هي أنه ما تم إسقاط البالون إلا فجر هذا اليوم أي بعد يومين من اختراقه للأراضي أو للسماء الأمريكية وفي وضع غير مريح جدا كان رد أمريكا هو أنه يعني البالون ما تم إسقاطه لأن أمريكا ما تريد أن يسقط هذا البالون على الناس وهذا أمر غير منطقي لأن مساحة أمريكا هي شاسعة جدا أكبر من دول الاتحاد الأوروبي كلها مجتمعة والولايات يعني العملاقة بالمساحة مر فوقها البالون الأمريكي هي ولايات بها سكان قليلين جدا ومحميات طبيعية وغابات كبيرة وهذا ما تم اعتباره أمر غريب كون أمريكا سمحت للبالون بأن يخترق حدودها من الغرب إلى الشرق واليوم أسقطوه فوق البحر وجلبوا حطامه بوقت متأخر يعني الحجة كانت حجة ضعيفة جدا هي ولايات شاسعة جدا بالمساحة يسكنها سكان قليلين يعني كلهم عشر ملايين بمجموعة هذه الولايات فلماذا لم يتم إسقاطه؟ هناك تفسيرين لما حصل بأمريكا وما قام به جو بايدن التفسير الأول هو أنه بايدن وإدارته متخبطين جدا هو يصدر أمر مباشر بإسقاط البالون ونرى أن البالون تركه ليعبر الأراضي الأمريكية ورغم أنه إسقاطه سهل جدا بالنسبة إلى أمريكا يعني كونه تمتلك قوة حربية فتاكة التفسير الثاني هو أن أمريكا تعمدت أن يخترقها البالون الأمريكي لجعله يرى أهداف تريد أمريكا أن تراها الصين ربما هناك تقنية عسكرية فتاكة أرادت أمريكا أن تجعل الصين تراها وأن كلام الإعلام الأمريكي عن نظرية غريبة تسمى الإسفنجة النووية يعني للأسف قد يكون هو كلام صحيح وهذا المصطلح يعني يحتاج إلى فيديو خاص لشرحها ولكن باختصار أصدقائي أمريكا عندها صوامع نووية عملاقة بالولايات الشمالية الشرقية تحديدا الولايات التي مر فوقها المنطاد وبهذه الصوامع النووية هناك صواريخ عابرة للقارات قادرة على تدمير يعني أي شبر موجود فوق هذه الأرض أمريكا تريد أنه في حالة حصول حرب هذه نظرية النيوكلر سبونج تريد أنه في حالة حصول حرب نووية تريد أن يقوم الأعداء بضرب هذه الصوامع لأن الخسائر ستكون قليلة والإشعاء سيتم احتواء وبذلك يتم احتواء الموجة الأولى من القصف النووي بمناطق غير مأهولة بالسكان ثم لاحقا أمريكا تقوم بضرب المعتدي من الغواصات النووية الموجودة بكل البحار تقريبا بالعالم ومن حاملات الطائرات وتبيدة تماما هذا هو ما تعنيه نظرية الإسفنجة النووية وهي نظرية مجنونة جدا فقط اكتب اسمها في محرك البحث جوجل اكتب كلمة نوكلير سبونج وستجد الكثير من الكلام الذي سيقطع شهيتك عن تناول الطعام بخصوص هذه النظرية الموضوع الآخر أصدقائي الكابوس اللي يشغل جميع السكان جميع الناس سواء الأوروبيين أو الألمان أو المهاجرين هو وضع الطعام بالحشرات كمصدر بديل للحوم وللبروتين ومنذ صدور قرار الاتحاد الأوروبي ببداية شهر يناير والقرار ينص على السماح بوضع مساحيق الحشرات أو قشور الحشرات بالأطعمة وأنا أرصدكم بكل ما هو جديد بهذا الخصوص لأني أعرف أن أغلب البشر مهما كان أصلهم دينهم لونهم لا يرغبون بتناول الحشرات ويريدون تجنبها قدر الإمكان وهذا أصبح قضية رأي عام بألمانيا بالدول الأوروبية وصدرت أول استطلاعات الرأي بألمانيا التي تم إجراءها وهي كانت كما توقعتها فقط 5% من الألوان المستطلعة أراءهم أبدو استعدادهم لتناول الحشرات بالطعام والباقي 95% من السكان لا يريدون الاقتراب من الطعام الذي سيكون به حشرات وبما أنه السوق بكل دول العالم عبارة عن عرض وطلب فما راح تجني أرباح الشركات التي تصنع الطعام الذي يدخل بتكوين الحشرات وبالتالي قد يختفي بمرور الزمن هذا الطعام إن لم يتدخل السياسين الأوروبيين ويفرضونه بشدة ولكن رغم ذلك أثناء بحثي بالإنترنت عن ما هو جديد بخصوص هذا الأمر وجد التقرير هو غير موجه لنا من الأساس لأن تحذير لمن لديه حساسية من الحشرات والصدفيات بأن لا يتناول أطعم التي سيكون بداخلها حشرات والتحذير كان مشروح به كيف تعرف أن الطعام الذي تشتريه موجود به حشرات أم لا الدليل هو عبارة عن أربعة أنواع وطرق أو أربعة مسميات انصح التعبير المصطلح الأولى الأصدقائي هو يعني نوع من أنواع الحشرات اللي هي الصراصير تكون على طريقة مجمدة إذا وجدتم هذه الكلمات فلا تشترون المنتج لأنه يعني أنه به حشرات المصطلح الثاني اللي هو نفس نوع الحشرات ولكن يعني إضافة جديدة إلى المصطلح أي أصدقائي المقصود هنا هو يرقات مجمدة أو صلصة من اليرقات المتعلقة بهذا النوع من الحشرات اللي هو قد غايدة شمل كافة اللي هي خم فساء الحبوب المصطلح الرابع أصدقائي اللي هو قد غايدة شمل كافة هذا المصطلح معناتها أصدقائي يرقات مجففة أو مسحوق من هذه اليرقات اللي هي من هذه النوع من الحشرات اللي هي قد غايدة شمل كافة هذه المصطلحات الأربعة هي إشارة لنوعين من الحشرات وهي أكبر وأول أنواع الحشرات اللي راح تدخل بالطعام بأوروبا وهكذا ستجدونها مكتوبة على الطعام بألمانيا لذلك احذروها وانتبهوا منها إن كنتم ما تريدون أن تأكلون صراصر وجنادب وخنافس بالأطعمة بنفس الوقت ينص قانون استهلاك الحشرات بالاتحاد الأوروبي يعني التغذية على الحشرات على أنه لا يجب أن يتم دس الحشرات بالطعام سرا ويجب أن يكتب كل شيء كي يعرف المستهلك ماذا يأكل تجنبا للغط وتجنبا للموضوع الأهمي اللي هو التعرض للحالات الحساسية وفي حال ورود تفاصيل أخرى أو ورود الصيغة النهائية للرمزة الذي سيكتب على الأطعمة التي بها حشرات سأخبركم بها وسأتبنى هذا الموضوع دون توقف طبعا يجب التنويه على أن الاتحاد الأوروبي أدخل الحشرات كغذاء بسبب أولا أنها ستكون رخيصة وتوفر البروتين للإنسان ثاني سبب أصدقائي لأنها ممكن أن تلتهم الفضلات والقمامة تحديدا قمامة المطابخ وتحولها إلى طعام من جديد إلينا ثالثا الرؤية البعيدة للمستقبل في حال حصول أمر طارئ أو أزمة غذاء فالناس ما راح تموت من الجوع لا سمح الله لو حصلت حرب نووية حتى لو بين دولتين فقط وحتى لو ما وصلنا الإشعاع النووي فحسب المنظرين هذا القانون سيكون هناك ما يسمى بالشتاء النووي وهو غبار ودخان يحجبون الشمس عن الأرض ربما لعام أو لعامين عندها أغلب الخضار والفواكه التي نأكلها ستختفي بسبب اختفاء تمثيل الغذاء والبقرة كي تولد أو كي تنتج كيلو واحد من اللحم تحتاج إلى آلاف الألتار من الماء ومئات الكيلوهات من العلف الأخضر سيتم استبدالها بسهولة بالحشرات التي لإنتاج كيلو واحد منها تحتاج إلى كيلوين علف فقط وكمية قليلة جدا من الماء هذا هو سبب اقتراح الحشرات للغذاء الموضوع الآخر أصدقائي وكالة بلومبرغ الإخبارية تقول أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة الموجهة إلى روسيا والتي سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم الخامس من فبراير وهي عدم شراء المنتجات الروسية البترولية من بنزين ونفط وديزل وحتى هايس أول سيقضع الاتحاد الأوروبي أمام معظلة كبيرة جدا وبسبب أن المشتقات النفطية الروسية كانت تأتي إلى ألمانيا تحديدا من مسافة قريبة جدا وبكميات كبيرة وبكلفة نقل رخيصة الآن ستحتاج ألمانيا إلى العثور على البديل وبالنسبة إلى الديزل اللي يحرك عجلة للاقتصاد ويشغل المكاعن والشاحنات والباصات بكل البلدان فإن شراء الاتحاد الأوروبي للديزل الروسي هو بمقدار 700 ألف برميل يوميا تقول وسائل الإعلام أن تعويض هذه الكمية سيكون صعب جدا لأن المنتج الأكبر للنفط هو أمريكا وهي تنتج 15 مليون برميل نفط يوميا هي تستهل كل ما تنتجه وتستورط ضعفه من الدول الأخرى فمستبعد أن تقوم بتزويد ألمانيا وأوروبا بالمشتقات النفطية أو بالديزل البديل سيكون هو المملكة العربية السعودية والتحديدا ثلاثة مصافي ستتعامل مع إنتاج الديزل الذي يلبي المتطلبات الأوروبية الصعبة والمعقدة لأجل الحفاظ على البيئة وأحد هذه المصافي هو أكبرها وهو مصفى جازان التابع لأرامكو السعودية وهو يقع بجنوب المملكة العربية السعودية بنفس الوقت هذا المصفى يعني معرض للخطر وبأي لحبة حسب وكارلت بلومبرغ ممكن أن تقصف الطائرات المسيرة بدون طيار بأمر من روسيا التي ستأمر إيران وإيران يعني ستأمر مطرقتها بجنوب الخليج وهم الحوثيين الكويت وعمان أيضا سيرفدون أوروبا بالديزل ولكن كل الدول الخليجية ومنها السعودية مستحيل أن يبيعون أي ديزل لأوروبا إلا بعد نهاية عام 2023 لأن زيادة إنتاج الديزل وتوسيع المصافي طلب وقت طويل جدا وهما لم تملك الدول الأوروبية وألمانيا لتعويض الديزل الروسي الموضوع الآخر أصدقائي هناك تظاهر لسكان مدينة ألمانية السكان الألمان تظاهروا ضد اللاجئين وضد استقبال لاجئين جدد بمدينتهم المدينة الألمانية اسمها أوبال وهي تقع في مكلنبوك فوبومن هذه المدينة صغيرة ولكن البلدية بهذه المدينة جلبت كمية كبيرة من اللاجئين إلى هذه المدينة بحيف السكن أصبح صعب جدا وانشغلت كل الشقاق الفارغة منذ مدة بعيدة الآن البلدية ورئيسها يعني رئيس البلدية يريدون بناء مسكن كبير جماعي للاجئين به سعة استيعابية تصل إلى حوالي 400 لاجئ سكان المدينة بعد سماعهم لهذا الخبر نزعجوا بشكل كبير لأنهم يعتقدون أن المدينة بعد هذا القرار سيصبح بها حسب قولهم يعني عدد الغرباء والأجانب أكثر من عدد السكان الأصليين والبلدية من أجل استيعاب الرئي العام قامت بعمل اجتماع مع سكان المدينة لإقناعهم بقبول التغييرات الجديدة الناس كلهم رفضوا ذلك ومن بينهم بعض النساء اللي يعني قلنا أن المدينة ستمتلئ بالغرباء وسنخاف أن نسير بالشارع بالليل البعض الآخر كان يصرخ ويقول السكن أصبح صعب ونريد توفير أماكن لنا كسكان للمدينة بدلا من جلب غرباء يسكنهم بها مجانا دون أن يدفعون شيء ثم خرجت بعض التظاهرات أمام البلدية للسكان وهم يحملوا لافتات rest in peace أوبال أو أن يعني أرقدي بسلامية أوبال أو انتهى أمريكيا أوبال ومن الجدير بالذكر أن المدينة وقضيتها أصبحت رئيعان بألمانيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يعني الغالبية يعلقون بأنه لا يجب أن يبنى مسكن للاجئين ويجب أن يتم توفير السكن لسكان المدينة فهم أولى به من الغرباء الموضوع الآخر أصدقائي هو يتعلق بقانون خفض أسعار الإيجارات وما يطلب حزب الخضر بسبب ارتفاع التضخم بألمانيا زاد سعر كل شيء من طاقة ومن محروقات ومن طعام وارتفع بشكل كبير جدا سعر الإيجارات وأصبحت إيجارات بعض الشقق تبتلع الراتب بأكملة وحتى الآن لا يوجد حل يلوح بالأفق بل المعطيات تقول أن الإيجارات ستصبح يعني أكثر ندرة الشقق ستصبح نادرة وأغلى ثمنا بألمانيا بسبب رفع أسعار الفائدة على قروض الإسكان والبناء وغلاء مواد البناء والهدف الذي وضعته الحكومة هو بناء أربعمائة شقة كل عام لم يتحقق حتى ربع هذا الرقم بسبب الأزمة الحالية الآن حزب الخضر قدم مفتاح حل ومقترح مهم جدا قد ينقذنا من أزمة الإيجارات المقترح اللي يريد الحزب هو قانون ينظم أسعار الإيجارات ولا يسمح لمالكي المنازل بالتلاعب بالأسعار دون رقابة وقالت رئيسة تجمع الخضر بالبرلمان وهي كاترينا دروك قالت نحن سنتجاوز ما قلناه للشعب ببيان الائتلاف الحكومي الذي صدر قبل الانتخابات والآن يجب أن نتدخل بسوق العقار ونفرض يعني على عقود الإيجارات الجديدة أن تكون بالحد الأدنى من السعر من ناحية أخرى وزيرة البناء الألمانية اللي هي كلارا جيوتس وهي من حزب الاس بي دي قالت نحن ممفتحين على تحديد سعر الإيجار وهذا القانون اللي يريد الخضر عمله يعمل بالشكل الآتي بكل منطقة هناك شيء يسمى مؤشر الإيجارات وهو مؤشر تنظم البلدية والسوق أي تنظم الدولة والشركات وعادة يكون معدل سعر المتر بالإيجار ومثلا بمدينة معينة من 9 يورو لإيجار المتر الواحد إلى 15 يورو الآن أغلب مالكي المنازل لما يوقعون عقود جديدة يعني مع المستأجرين الجدد يجعلون سعر إيجار المتر المربع هو بالحد الأقصى للمؤشر يعني مثلا يضعوه بـ 15 يورو لإيجار المتر حزب الخضر يريد أن تدخل الدولة وتفرض الالتزام بالحد الأدنى للمؤشر وهو 9 يورو وبالنتيجة النهائية الإيجار سيكون مقبول سعريا دون أن يتأثر المستأجر أو المالك طبعا جمعية المستأجرين الألمان تقول أن هذا القانون سيكون إنقاذ للمستأجرين خصوصا من يستأجر شقة بالجديد وتقول الجمعية أيضا أنه أي عقد إيجار جديد يحصل الآن يكون سعره أعلى من العقد الأسبق بمقدار يتراوح بين 30 إلى 70% علم أن التضخم هو فقط 7.9% لذلك يجب على الدولة أن تدخل هذا يعني أصدقائي أنك الآن ساكن بشقة على سبيل المثال إيجارك 600 يورو شهريا الإيجار الفام لما تترك هذه الشقة ويأتي شخص بعدك يتم تأجير الشقة له ربما بسعر ألف يورو وهو يعني ما تحذر منه جمعية المستأجرين الألمان هذا الموضوع وصل إلى النهاية شاء لكم استفادئة وتحياتي لكم مع السلامة شكرا